موسيقى هذه المسائية من الميادين وفي ملفها الوحيد للليلة موسيقى السيد نصر الله يرسم خطوطا استراتيجية بين السياسة والاقتصاد تمتد من لبنان وفلسطين إلى اليمن وسوريا والعراق لتنتهي بإيران والصين إلى بلد ينظر إليه كبار قيادة العدو أنه أصبح تهديدا وجوديا نصر الله قادة الاحتلال يرون في لبنان تهديدا وجوديا واليمن عامل قوة مهم جدا في محور المقاومة لقدرته على ضرب إسرائيل نصر الله واشنطن تريد التخلص من المقاومة في لبنان وضغطت كثيرا لمنع التلاقي اللبناني السوري العراقي وفتح معبر البو كمال موسيقى مرحبا بكم رسائل في أكثر من اتجاه حفل بها خطاب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله ترسم خطوطا ثلاثة استراتيجية واقتصادية وسياسية اقتصادية الخط الاستراتيجي الدفاعي يرسم بتحول تقييم الاحتلال لحزب الله من خطر مركزي إلى وجودي بعد الحديث عن الصواريخ الدقيقة ليوسعه نصر الله من فلسطين إلى اليمن وصولا إلى إيران تقييم يفسر عمل واشنطن على خنق لبنان اقتصاديا والدفع لإحداث فتنة تشغل اللبنانيين وتدخل البلاد في الفوضى خدمة لإسرائيل وفي تفصيل الخط الاستراتيجي الدفاعي عامل قوة إضافي لمحور المقاومة اليمن تمثل في تثمين موقف زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي الذي أكد قدرة صنعاء على ضرب أي نقطة في إسرائيل الخط الاقتصادي في جوهره الصين على طريق الحرير الذي تعاقب واشنطن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي للانفتاح عليها اقتصاديا ومن هنا وفي مركزية العراق يفتح نصر الله إلى الخط السياسي الاقتصادي من معبر البوكمال بين العراق وسوريا شريان حياة لهما وللبنان إذا أراد الأخير أن يخرج من أزمته الاقتصادية مركزا على القطاعين الصناعي والزراعي حيث وجعوا الناس في لبنان كل أحوال هذه عنوين ومحاور مسائل الليلة نفصلها ونناقشها في نقاشها ينضم إلينا هنا في الستيديو رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد اللبنانية سيد حسن مقلد كذلك ينضم إلينا هنا في الستيديو الكاتب والباحث في شؤون السياسية سيد جوني منير مرحبا بكما وقبل أن نفتح النقاش نبدأ بالاستماع لمقاله بعض الصوتيات التي اليوم من خلال الكلمة التي قالها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله والذي أكد فيها أن المقاومة هي في أوج قوتها وحضورها وفعاليتها وأهميتها كجزء من محور المقاومة في المنطقة مشيرا إلى أن إسرائيل باتت تنظر إلى المقاومة كتهديد وجدي حولون من بلد يشتاحه من بلد يعتقد به الإسرائيلي أنه لا يحتاج لاجتياحه أكثر من فرقة موسيقية إلى بلد ينظر إليه كبار قيادة العدو أنه أصبح تهديدا وجوديا يعني هذا الرفع رتبي لصعب تهديد مركزي استراتيجي ألا بعد الحديث المفصل عن الصواريخ الدقيقة تهديد وجودي السيد نصر الله قال أن ما قصده وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو بالنفوذ الإيراني في لبنان هو المقاومة والتي يريدون قطع يدها بفهمه هو بالترجمة طبع عقلته النفوذ الإيراني يعني المقاومة لا نفهم الترجمة النفوذ الإيراني يعني المقاومة يعني كل اللي بده إياه الأمريكاني شو أنه يتخلص لبنان من مقاومته إذا لبنان عنده إيد عم تحميه إذا عنده إيد بتهدد لا يستعيد نفطه وغازه ويستسمر بحق لا يستعيد أراضيه لا يستعيد مياهه لا يحافظ على كرامته لا يحافظ على أمنه وسيادته وسلامته لا يكون جزء أساسي من المعادلة لا تسأل عنه الدنيا هالإيد اسم المقاومة الأمريكان بدهم تقطعوا إيدكم وأبدأ نقاش معك سيد مقلد في جوهر ما قاله اليوم الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله طلاقا مما يشهده لبنان في واقعه الداخلي هو يطرح الأمر بأنه ليست مشكلة تقنية ولا أزمة تكنقراط إنما هي أزمة خيارات ترى الأمر بهذا الاتجاه؟ حكما اليوم بالنسبة للمجال الاقتصادي أهم ما طرح أنه من سنتين ببعلبك طرح سيد حسن نصر الله دخول المقاومة على الملف الداخلي اللبناني من باب الاقتصاد وحط العنوان خيارات ومكافحة فسد اليوم اللي قاله سيد حسن نصر الله بشقينه الداخلي والخارجي أنه اليوم دخلت المقاومة إلى الخيارات البديلة بس حكى بشق الداخلي حكى عن الانتاج حكى عن الزراعة حكى عن الصناعة حكى عن كيفية إدارة البلد وحكى بشق الخارجي أنه هناك بدائل الأمريكان مش قدر حكى اليوم بشكل شوي تفصيلي يعني باتجاهات معينة عن دور الصين عن الإمكانات حكى عن إيران حكى عن شبهة عن روسيا ونحن منعرف كم تابعين أن لأ روسيا كمان حاضرة تفوت إذن اليوم لأول مرة تعاطى مع الملف الاقتصادي كأضية وطنية كبرى لا بد من التعاطى معها بخيارات بديلة كون الخيارات الداخلية والخارجية هي الوعاء الأكبر اللي بتسمح للمقاومة بالاستمرار وبتسمح للبلد بالاستمرار لأنه فعلا وصل الأمريكان أو الإسرائيلية كمان لنقطة بيعرفوا اليوم الحرب العسكرية غير متاحة والحرب الأمنية اللي جربوا عدة مرات يلجأوا له وكانت الردود الأمنية عنيفة أكتر فالمجال الوحيد المتاح واللي عم يمارث هو الحرب الاقتصادية بكل معنى الكلمة نحن تأخرنا كتير بأعتقد كبلد لنعمل خيارات بديلة تأخرنا كتير لنعمل مقاومة اقتصادية حقيقية اليوم هو بأعتقد أنا مثل ما فهمت الخطاب مثل ما فهمت البدائل بالطريقة للطرحات اليوم هو أعلان البدء بهذا النوع من الخيارات بهذا النوع من المقاومة وبأفتكر بلش الشغل المتعب ولكن هذا الشغل الوحيد لأول مرة من وقت تأسيس لبنان ولكن لأول مرة من حوالي 28 سنة عم نرسم فعلا خارط الطريق كيف منخلص من أزمة بنيوية هيكلية بالاقتصاد الوطني لنبني اقتصاد حقيقي اقتصاد ما بيكون رهينة للأمريكان وغير الأمريكان سيد مقلد أنت تتحدث عن تأخر في إيجاد بدائل في الخيارات أم أنه وأنت خبير في الاقتصاد قبل لو سمحت سيد منير منتقال إليك هو بالأساس النظام الاقتصادي اللبناني بني على أساس يمكن القبض عليه ولبنان لم يخرج من دائرة النار إنجاز التعبير حتى على مستوى الملفات حتى في محيطه ليتمكن من بحبوحة إنجاز التعبير أو رفاهية البحث عن وضع هذا الملف كأولوية وبدائل أو كما وصفته ملف قضية وطنية في لبنان لا لحقيقة نحن من 27 سنة يعني بس وقفة الحرب ومع اتفاق الطائف أخت خيارات بالبلد اقتصادية ومالية ونقدية وصلتنا اليوم أن يكون البلد بالكامل رهيني لا لبنان سنة 1989 عشية اتفاق الطائف رغم الحرب المدمرة والتقسيم اللي كان قائم مع ناتج محلي ما بيتجاوز 3 مليارات دولار كان الشعب اللبناني بعيش وقته بحوالي 65% من أكله وشربه وملبسه ومن صناعته وبيصدر بناتج محلي 3 مليارات بين 350 إلى 500 مليون دولار اليوم لبنان 56 مليار دولار الرقم الرسمي لناتجه المحلي بيصدر مليارين دولار و87% من اقتصاده مكشوف بالكامل دايما كان في وقته كان فيه خيارات ولكن وهذا ليس مسؤولية المقاومة لأن المقاومة كانت مشغولة أكيد بتحرير الأرض وبالدفاع عن لبنان ولكن القوى السياسية المكونة اللي كلها كانت معتبرها أنه بتقدر تكفي بهذا النموذج من دون أي مشكلة وصل النموذج لنهايته فهون لابد من طرح بذلك بعد التوقيت الآن مساهم سيد منير ترى الأمر بذات الإطار وما قدمه اليوم السيد حسن نصر الله بالإطار خريطة واسعة شاملة تقرأ لبنان حتى على مستوى الإقليم بأنه بوابة للاختراق في لبنان للضرب والمواجهة مع المقاومة من خلال العنوان الاقتصادي لكن هناك خيارات ليس فقط لإنقاذ المقاومة ولكن لإنقاذ البلد كما تحدث سيد مقلد ولكن هناك مشكلة في الذهاب إلى مثل هكذا خيارات ترى الأمر بهذا الاتجاه؟ أعتقد أنه كان يذهب أكيد الطفق سيد مقلد بالمعظم النقاط التي أدرجها والخبير في هذا المجال لكن دعني أقول لو سمحتي أرى الموضوع في الزاوية السياسية باعتقادي أن السيد حسن نصر الله اليوم كان يؤشر باتجاه مرحلة جديدة ويدخل باتجاهها وهذه المرحلة الجديدة مثلا كان يعتقد كثيرون أنهم سيسمعون شيئا عن موضوع الحكومة وهو المأسل المسألة الأساسية وأشاح عنها قال لا أريد أن أتحدث عنها بما يوحي وكأن هناك اتصالات تجري لا يريد أن يذكرها كي لا تأخذ لا سلبا ولا إيجابا ولكنه تحدث بإسهاب في موضوع الاقتصاد لماذا تحدث هكذا؟ أولا كي يعطي الخيارات البديلة وبالتالي لا يجب أن نكون نحن أسرى عمليا عندما نكون نتعاطى مع الغرب أو مع الأمريكيين في هذا الموضوع نحن أسرى هذه السياسة الأمريكية وثانيا والأهم أنه يقدم بديلا أفضل وقادر أن يساعد لبنان أكثر وكأنه يقول في حال ذهبنا مستقبلا في اتجاهات قاطمة فإن المسألة تكون من مسؤولية الذين يأخذون في هذا الاتجاه مع تسجيل هنا مسألة لفتتني لأنني كنت أتابعها حول الموضوع الصيني الموضوع الصيني والاهتمامه بالساحة اللبنانية ونحن سمعنا عن وفد صيني أتى إلى لبنان خلال الأشهر الماضية وقام والتقى بالعديد من الناس وإلى هنالك وحكي عن مشاريع ومسائل أخرى وحتى طريقة الدفع التي لا تؤذي لبنان وعد بالدفع بعد عشر سنوات وإلى آخره لفتني مسألتين أول مسألة أن السفرات الغربية كانوا مهتمين جدا بملاقات أو بالمعرفة أو بتقصي ما فعل الوفد الصيني خطوة بخطوة وأنا من الذين سئلوا من قبل ديبلوماسيين غربيين حول تفاصيل بالحقيقة أنا لفتتني أنه ماذا في البقاء أنت من البقاء ماذا فعلوا في البقاء ما رأيك بهذه المشاريع هل صحيح أن كذا وكذا وكذا والمسألة الثانية هي أنه صحيح للأمريكيين حساسية في موضوع عدم وصول الصينيين إلى لبنان وهذه ثابتة معروفة لكن بالآخر لو كان عندنا نحن كلبنانيين هذا ما أسألك عليه سيد منير وأنا سأبقى معك لو سمحت عندما قلت لك الخيارات هذا المقصود ليس الجانب التقني والاقتصادي سيد نصر الله لم يقدم جديدا بوجود خيارات بديلة بمعنى الآن التركيز عليها لأنه وصل إلى حد كبير التأزم في المشهد اللبناني لكن اتحدث عن قرار سياسي خيار سياسي بالذهاب لمثل هكذا بدائل كما تم تسميتها من السيد المقلد ولذلك أسألك هنا هي تقدم هذه الخيارات الآن في هذا التوقيت بالنسبة للقوى السياسية وحتى للشارع اللبناني هناك مسألتين أعتقد أولا القرار قرار لبناني موجود بالكامل لألف سبب وسبب قرار المسؤولين اللبنانيين لدى الغرب والثاني وهو جانب ليس بقليل أبدا وله علاقة بالفساد الصينيين ذهبوا إلى إسرائيل المثل الذي قدمه السيد حسن نصر الله وقاموا باستثمارات في ميناء حيفا ونفذوها وعاد الأمريكي كان منزعجا وقد تمكنوا من تنفيذها وعند مسائل الأمريكي الإسرائيلي يعني كان تبنيره يا أخي هذه مصلحة لإلي وبالتالي هنا كانت الأسعار أفضل والمسائل أفضل يعني أريد أن أقول إذا إسرائيل تمكنت من أن تقول لأولئات المتحدة الأمريكية مصلحة تقضي بذلك وهي الثكنة العسكرية الأمريكية في المنطقة فكيف بالحال نحن ما أعتقده أنا أن هناك صحيح انزعاج أمريكي ولا يريدين استقضام السين إلى هنا لألف سبب وسبب وأيضا هناك جانب يعني في رغبة ذاتية لأنه هامش الفساد كبير ونستطيع أن نأخذ ونأخذ أموالا مما يحصل هناك وهنا الأمر بهذا الاتجاه سيد مقلد ترى أم أنه عندما نتحدث الآن عن موضوع الخيار بمعنى الذهب عن قوى سياسية بعينها تستطيع الذهب تستطيع أن تتخذ مثل هكذا قرار أم أنه في عملية تقسيم حق صلاف في المشهد اللبناني كما هو في التقسيم على مستوى الإقليمي وكذا الدولي شوفي رح أحكي وقائع ملموسة ما نضلنا بهون إجوا الصينيين على البلد لهون من سنة بالتحديد إجا مجموعات متعددة ولكن بلحكي عن المجموعة الأساسية اللي بعتقد السيد نصر الله كان عم بشير لها بشكل أساسي إجت مجموعة وقدمت عرض رسمي بحوالي 12 مليار و 500 مليون دولار وهذا العرض كان بيشمل استثمارات بعدة قطاعات كان بيشمل أول شيء استثمار بالنقل كل شيء اسمه نقل دائرة حول مدينة بيروت وكان بيشمل قطار بيربط كل لبنان ببعضه من أقصى لأقصى وبيربط لبنان بسوريا بثلاث مداخل أساسي بشكل أنه بيقدر يجعل المرافق اللبنانية مرافق عند قدرها فعلا تتحول لمنصة لإعادة عمار سوريا أو إحدى المنصات لنكون دقيقين أدموا عرض بمعالجة التلوث نهر الليطاني بكامله معالجة التلوث القائم ومعالجة الملوثات أدموا عرض للدخول بالقطاع المالي اللبناني وكان في محاولة جدية لشراء مصرف وأطعت مراحل كبيرة جدا وإجا عدة وفود صينية وبحثوا الموضوع وصار فيه تقدم رغم كل الفيديوهات اللي كانت موضوعة أنا ذي عرضوا عرض جدي لإنشاء مرفق أو تكبير مرفق قائم في لبنان وجعلوا مرفق إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط لأنه هن عمروا مرفق حيفا بدروا ولكن لم يتحول إلى نقطة جدية بموضوع تسهيل البضائع الصينية وأستخدام الشط كنقطة ارتكاز فاتني أقول بس بالموضوع المالي أهم في الموضوع المالي كان أنه الصين اليوم بتعم تشتغل بشكل كبير كتير بالإمارات تشتغل بالسعودية تشتغل بمصر تشتغل بالعراق بسوريا بعدها ما اشتغلت ولكن فيه اتفاقات كبيرة للعمل في سوريا بعدة مستوية ما عنده ولا مؤسسة مصرفية أو مالية صينية في كل هذه المنطقة ففيه أرار أنه لبنان يتحول إلى مركز مالي صيني وبالتالي بيشغل كل الشركات الصينية باستثناء إسرائيل في هذه المنطقة فكان رح يحول لبنان يعني للمركز المالي الصيني هذا لن تسمح به البيت المتحدة الأمريكية هذا خطير هلأ تماما يعني اليوم حاكم مصرف لبنان يتحدث عن أنه يعني دولارية الاقتصاد اللبنان هلأ أنا عم بارد بعضي وقائع ما عم قول رأيها عم بارد وقائع حصلت وعم قول أنه هذا الوفد الإجا إجا يعني مسلح بالوسائق بالرسائل عمل كل الشغل طبعه وبعت بعدين خبرة لأله عدة مرات درسوا هذه المشاريع وهذه الملفات وقدموش للأسف الشديد للأسف الشديد لليوم رغم كل المراجعات وكل المتابعات اللي بتحصل ما قدرنا نقدم أبدا 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 بهذا المجال طبعا هنا كانوا مهتمين أيضا بالكهرباء سواء منها الطاقة البديلة أو الكهرباء مباشرة وكانوا أيضا مهتمين بقطاع النفط في شركتين صينيين اليوم رح يقدموا على قطاع النفط غير المجموعة اللي عم نحكي عنها 12 مليار و 500 مليون دولار يعني أد المبلغ طبعا سادر وهون عم بحكي ماليا لو أخد دقيقة زيادة بس لأما الموضوع بعتقد بيستاهله وإلال اللي بيعرفوا من جوة كيف تركب كان الموضوع بيقول أنه هني جاهزين لكل أشكال العمل المالي بما فيها أعطاء قرض لمدة 30 سنة بفادي 1% مما بيعني أكتر بعشر سنوات من كل قروض سادر وأقل بحوالي نقطة من قروض سادر ومشاريع استثمارية هنا نتحدث عنها حكما وليست كما قدم بسادر إلا هو عم نحكي بشريع بنى تحتية ومشاريع استثمارية عم نحكي عن هول الخيار الثاني كانوا مستعدين يفوتوا بنظام الشراكي بين القطاع العام والقطاع الخاص أنا ذاك كانوا مستعدين يفوتوا بالبيوت اليوم بفتكر أنا عم مستوى الصين في استثناءات للبيوت عم مستوى العالم صارت لا ولكن حطوا بالرسالة بنت خاص بيقول أنه هن ممفتحين على نقاش أي شكل تمويلة بتقدموا الدولة اللبنانية يعني حجم التسهيلات اللي أعطى كان هائل طب هيا نقطة نقطة تانية ذكر السيد اليوم بالخطاب طبعه أنه الأمريكان وين حكما الأمريكان وجماعة الأمريكان رح يقوموا هيدا الدخول بس مثل ما ذكر عفوا بموضوع جماعة الأمريكان لأنه هنا النقطة الأساسية هي المشكلة في أنه هذه الخيارات تقدم تدرس أم أنه هي مرفوضة بالنظر الخلفية يعني بالارتباط لا حد هلأ مرفوضة بس مثل ما ذكر تماما يعني استاذ جوني يعني نحن اليوم إذا هذه الخيارات قدمت يعني اليوم عن موضوع الدولار وغير الدولار نحن اليوم بلد على شفير الهبوط مش هيك شفير الانهيار حتى القوى الداخلية اللبنانية غير المرتبطة حتى اللي كانت بترفض تاريخيا التواجه للشرق اعتبرت هذه خشبة خلاص وأنا هون مسؤول عن كلامي حتى بالقطاع المالي أكتر ناس كانوا مقاومين لدخول الصينية على القطاع المالي قبلوا لأنه كانوا بيعتبروا أنه إذا الصين جابت مليارين دولار واشترت مؤسسة مصرفية وأعلن أنه أكبر بونك بالعالم عم يستثمر بلبنان هذا أهم بكتير ما تحطي عشر مليارات دولار وتعطي علامة سئة بلبنان سأسألك عن موضوع القوى الداخلية وبالتالي لأن هذا التوقيت هو مهم بما يشهده لبنان هي ستكون فيه مقاومة إحراج لأنه يفترض أن هذه الخيارات تبدي رأيها فيما قدمه السيد حسن نصر الله ولكن قبل ذلك سمح لنا سيد منير نعود مجددا لمقاله السيد حسن نصر الله بأن حركات المقاومة في المنطقة يجب أن تعتز بموقف اليمن وتعده عامل قوة إضافي إسرائيل يوم إذن هو مش جديد ولكن هو إعلان واضح وصريح وقوي إعلان بعنصر أو عامل قوة إضافي ومهم جدا في محور المقاومة اليمن اليمن هو يعلن بشكل واضح وصريح وهو قادر على ذلك اليمن وموقع اليمن والبحر الأحمر وأيضا قدرته إلى الوصول إلى كيان العدو وما كشف أوراء وما قال شو بده يضرب ووين بده يضرب وبأي جغرافية أقصى الدرابات وهذا مهم جدا وأيضا العدو يجب أن يعرف هذه هي البيئة الاستراتيجية الجديدة التي كنتم تهربون منها التي كنتم تتعامرون مع الأمريكيين والعالم كله على شعوبنا لتنسى فلسطين ولتنسى العداء معكم ولتتخاذل هذه الشعوب وتسكت هذه الشعوب وتتراجع هذه الشعوب هذه قوى جديدة وفي بلدان وفي أماكن وذات مصداقية وحيوية وفعالية وشجاعة منقطعة النظير تدخل في جبهة المواجهة سيد نصر الله قال أن الأمريكيين عملوا بكل جهودهم لعدم فتح معبر البوكمال مشيرا إلى أن أحد أسباب الغضب الأمريكي على رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي وإصراره على فتح المعبر معبر البوكمال الذي عمل الأمريكيون في الليل وفي النهار من شام ما ينفتح وهذه أيضا أحد أسباب الغضب على رئيس الحكومة العراقية سيد عادل عبد المهدي أنه أصر على فتح معبر البوكمال مع سويرية خذوا مني وأنا بعرف تفاصيل الأمريكان ما يخلوا وسيل الضغط حتى إلى مستوى التهديد لمنع فتح معبر البوكمال إلا وعملوها لكن كان في قرار عراقي سيادي بفتح معبر أبوكمال هنا أعود إليك سيد منير موضوع معبر البوكمال هو واحد من العنوين الأساسية أيضا التي طرحت كالبدائل خيارات البديلة التي قدمها السيد حسن نصر الله أو أضاء عليها مجددا ومجددا للقرار السياسي إن كنا نتحدث عن الصين هذا في جانبه وهذا خط أو بداء الاقتصادية خيار اقتصادي طريق الحرير هنا خيار سياسي اقتصادي تحديدا بالنسبة للبنان شريان حياة في القطاع الانتاج الزراعي والاقتصادي عبورا بسوريا هذه الخيارات الآن بالتوقيت تشكل إحراجا للقواء خصوصا في الداخل اللبناني بالنظر لما يجري في داخل البلاد كيف سيكون برأيك التقييم في إبداء الرأي والموقف واضح أن أحد نقاط الحربي الموجودة في سوريا كانت من أجل قطع الشريان الموجود أو الطريق البري ما بين إيران العراق ولبنان عبر سوريا وبطالة معبر البكمال كانت قيمته الأساسية أنه يفتح أو يسمح بهذا التواصل وقد حصلت معارك كثيرة حوله ونزاعات كثيرة حول إبقائه أو تركه مفتوحا أو قطعه المسألة لها علاقة في الموضوع السياسي ربما هذا ما أراد السيد حسن نصر اليوم في غطابه المتماسك والمتكامل كله على بعضه أن يقول أعطى مثلا في البداية عن اليمن كما كان في البداية ليقول أنهم قاتلوا واستمروا وصمدوا لمدة خمس سنوات وهم قادرين أكثر لكي يقول أنه إذا في اليمن كان كذلك فنحن في لبنان نستطيع ذلك وأكثر ليقول أننا لسنا مرتبين أو لا نخشى موضوع الوقت وبالتالي إذا ذهبنا في هذه الأزمة نحن نحسب لها أن نذهب لمدة طويلة هكذا أفهم الرسالة التي أراد أن يوصلها وأيضا تحدث عن الصراع الكبير الموجود من خلال ما يحصل في لبنان ما بين الأمريكيين وحزب الله وهو ذهب باتجاه أن الهدف الأساسي وهو الوصول في النهاية حكومة مجلس نواب أو الوصول في النهاية إلى سلاح حزب الله الذي قال نحن ندرك أن هذا هو الهدف الأساسي تعيني أقول أنه قال بموضوع معبر ألبو كمال أن الصراع هنا أشار إلى ربما الصراع الحاصل في العراق أو الرابط ما يحصل ما بين العراق و لبنان أحد أوجه هذا الموضوع قطع الرابط مع التواصل السوري العراقي الإيراني أنا ما أعتقده أنه وفق هذه الصورة كان يوجه الرسائل ويؤكد على أن الأهداف قرأناها في العقل ويقول قرأناها في الفكر ونحن ذاهبون لإحباطها وبالتالي نحن سنبقى متمسكين بالذهاب أو بالتمسك أو وفق الأهداف التي نريد ربما المراهنة عن موضوع البيئة وخصوصا كما قال البيئة الاستراتيجية الجديدة لذلك موضوع اليمن يكتسي أهمية إن كان بالنسبة للاتفاف الشعبي للقرار للبعد ولما يعانيه اليمن في الخيار والاستمرار ولا حتى الخنوع أو التراجع رغم الضغوط ورغم حتى خيار حرب لكل هذه السنوات صعوبة الظروف صعوبة الظروف ويكون تهديد على مستوى كبير وموضوع هذا يحتاج ربما حتى خبير في الجانب العسكري لأنه يوضع أيضا بالقدرة للوصول إلى الأراضي المحتلة وبالتالي في مكان ما قد يفتح المجال أن صواريخ ربما تكون دقيقة لا ندري لكن في موضوع العراق موضوع سوريا هذا حكما يعيدنا إلى الخارطة السياسية في داخل لبنان إذا أراد لبنان أن يخرج من أزمته عليها أن يوسع دائرة خياراته خيارات موجودة في اليد انطلاقا من سوريا وصولا إلى العراق إذا أردتم أن تصدروا إنتاجا زراعيا وهذا وجع في لبنان وتحديدا بالنسبة للمزارع اللبناني وهذا يؤثر حتى على مبدأ أنه في استيراد لا يوجد تصدير وبالتالي حتى بالنسبة للعملة الأجنبية أو حتى للمدخول على لبنان هذا قرار بالنسبة للقوى السياسية طرح الحلول في الواقع الاقتصادي انطلاقا من الأزمة السياسية الحاصلة هو الصفة بالأزمة السياسية وصراع سياسي كبير له عنوين اقتصادية بس هو صراع سياسي وبالتالي أعطى الحلول لهذا الموضوع من أجل التبرئة لما يمكن أن يحصل المستقبل أعطينا ما نريد انطلاقا لمرحلة جديدة على ما يبدو يهم هو الفريق الذي يتحالف معه من أجل الذهاب باتجاهه إلى أي حد إذا ما استعدنا ما قاله سيد سمير جعجع بأن الذهاب إلى خطوة يعني حكومة التكنقراط والتركيز على ذلك هذا يعني جوابا بأن موضوع التكنقراط هو للذهاب بعيدا عن الخيارات السياسية الاستراتيجية حكومة التكنقراط ولا أدري إلى أي حد تستطيع حكومة التكنقراط أن تتخذ خيارات بديلة بعيدا من إرادة سياسية وقرار سياسي إن كان بالعلاقة مع سوريا إذا كان ذلك بالنسبة للتقنيين إذا ما وصلنا إلى هذه الحكومة يستطيع أي وزير أن يذهب بمثل هكذا خيار من دون قرار سياسي أم أنه يراد أن يقال بأن هذا هو خيار تلك القوى أن حكومة التكنقراط أي يعني بيان وزاري يبعد أيضا الثلاثية الذهبية كما تم توصيفها الذهاب بخيارات بعيدة أو تحقق ما حذر منه السيد نصر الله بدرم المقاومة حسمت خيارها ماذا يقول رئيس سعد الحرير يقول أن هناك أزمة مالية واقتصادية نحن في القعر ونحن في الإنيار لكي أقبل أنا هو يقول لكي أقبل أنا أن أتي وأن أساهم بإعادة الخروج من هذا القعر والمساهمة في الخروج من الأزمة أنا أشترط شرطا واحدا لا أرجوع عنه وهو أن تكون الحكومة بعيدة عن التأثير السياسي للأحزاب والقوى وساعة سموها تكنقراط أو التقنيين أو متخصصين أو لست أدري لكن هي في الحقيقة بعيدة عن تأثير الحزاب وتحديدا بعيدة في جزء منها عن تأثير حزب الله هذا ما يقول في المقابل السيد حسن نصر الله اليوم قال بأن المشكلة إذا كانت المشكلة الاقتصادية هناك كذا وكذا 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 وبالتالي ضمنا يقول بأن العرض أو الإعلان عن هذا الموضوع وكأن المسألة محصورة في ذلك يعني أنا أشترط لذلك هذه الحكومة هو يقول لا هناك سبل كثيرة أخرى ثانية وهناك أن أقدم هذا الخيارات الكبيرة وبالتالي هذه الحلول لما يمكن أن نصل عليه هو يقول في النتيجة هناك صراع سياسي وأنا ذاهب باتجاه مواجهتها وهذا مهم وأنا أنتقل إليك سيد المقلد بمعنى بأنه إذا كانت حكومة هل تستطيع تتخذ خيار الذهاب إلى الصين يعني تكنقراط دون أن يكون هناك غطاء سياسي هل الكلام موجه أيضا فيه يعني جانب كبير منه لي رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لا شك أنه فيه رسائل موجهة لألوس هو لم أفتكر سيد حسن صر الله النقطة الجوهرية نحكي عن حكومة سيادية صحيح بس نحكي عن حكومة سيادية أول شي يعني في مجال تكون حكومة سياسية في مجال تكون حكومة تكنو سياسية وما بيمنع مولودة من رحم الأحزاب السياسية يعني الأحزاب السياسية أنا مثلا بعطي مثلا السيد عبد الحليم فضل الله تقني مهم جدا وهو سياسي يعني كل الأحزاب في لبنان تملك كادرات تقنية متقدمة وهن بيشغلوا مواقع سياسية مهمة بس يقول السيد نصر الله عم نحكي عن حكومة سيادية صحيح يعني شكلها معد مهم بس المهمة كان عندها قرار سياسي لأنه في لبنان اتفاق الطائف نقل السلطة التنفيذية يعني السلطة السياسية فعليا لمجلس الوزراء فما ممكن نجيب حكومة اختصاصيين لا لون لهن ولا رائحة سياسية ولكن المطلوب إذا السياسيين إجوا أو إجا جزء يعني فعلا تقني مطلوب أنه يكونوا قادرين ياخدوا قرارات عندهم صلاحيات هذه الصلاحيات أنا بقولك اليوم طبعا بالمجال السياسي مصلحة لبنان السياسية هي الانفتاح على بيئة الطبيعية يعني على سوريا وعلى العراق وعلى كل هالمدى هاي المصلحة الوطنية والسياسية والاقتصادية وإذا أي خبير بده يجي بده يحكي تقنيات عن جد بالمعنى الديق للتقنيات ما ممكن يكون إلا هذا المدى هو المدى الطبيعي طبعا لهذا السبب أن هذا جدل يعني ما بينفت فينا لبنان اليوم ما في إمكانية التقنيفرات ليس فقط تقنيا وأنا متحدث عن مدارس فكرية تعتقد أن ذلك الخيار أفضل أو لا وليس فقط جانب تقني بمعنى الأمور الهندسية وما إلى ذلك بالمعنى العملي بمعنى حتى الخيارات والمدارس تنكون منصفين نحن مرأ على لبنان بآخر 30 سنة حكومات بيجي وزراء على حقائب تقنية أساسية تقنية بالمعنى الاختصاص بيجي واحد ما بيفهم شيء بملفه يعني بيرتكب أخطاء غير الأخطاء السياسية غير الأخطاء الإدارية والتنظيمية والفساد أخطاء على مستوى المعرفة يعني بيطلع وزيري بيعمل تصريح بيكلف كذا مليار دولار ما فيك تعرفة إذا هذا عن وعي ولا عن غير وعي بتصير بدك تفسري فالأحزاب نفسها لو بتقدم أفضل ما عندها أكيد فينا نتجاوز مسائل بس هون عم برجع لأساس الكلام أساس الكلام هو خياران فعلا خياران يعني لبنان بأي محيط موجود مصالحه الحقيقية وين أنا اليوم بقولك شيل كل الاعتبارات السياسية على جانب أنا كاقتصادي بس إذا بدأت طلع نقاط القوة بالاقتصاد اللبناني هي نقاط الضعف بالاقتصاد السوري والعكس صحيح يعني نحن اليوم إذا نجي منتطلع كبقعة أرض مشتركة نتطلع فيها وأنا بقولك شيل كل العوامل الترابط التاريخي والاجتماعي والسياسي اللي ما بقدر الواحد نشيلها بس حتى لو بدي نشيلها مكامل القوة عندنا هي مكامل ضعف بسوريا والعكس صحيح إذا فيه إمكانات للتكامل نحن منقدر نستفيد جدا بهذا الموضوع وينفيد وكذلك سوريا فكيف على العراق؟ يعني السيد حكى عن نقطة إلى علاقة بالتصدير هذه مسألة أساسية أنا بحب بقولك مثلا نحن عندنا معامل كبرى في لبنان أنشئت هذه المعامل أنشئت للسوق العراقي مثل معامل لإزاز نحن مرفق بيروت قبل 1975 كان يشتغل 55% من طاقته فقط للعراق نحن بلد نظامه المالي كان مركب ليخدم سوريا مثل ما بيخدم لبنان ولهذا السبب إذا تطلع بالتركيب المصرفي اللبناني الأساس فيها هي المتمولين السوريين والكفاءات المصرفية السورية اللي اشتغل على لبنان يعني بس نحكي بهذا المجال سيد مثل ما أنا فهمت عم يطرح خيارات استراتيجية كبرى يعني عم يطرح خيارات استراتيجية فعليا إلى علاقة هذا البلد وين مستقبل وين مصالحه المستقبلية مصالحه المستقبلية هي فعلا بالانفتاح على سوريا وعلى العراق وعلى إيران وعلى مدى الشرقي كله سوا من دون ما نقطع مع الغرب بس مش بيكون اليوم الغرب شريان ضاغط علينا ساعة اللي بده بركعنا وساعة اللي بده بيرهلنا هون بدي أختم الجملة اللي غابتني قبل شوي اليوم الصين عم تتحول لتكون أكبر مستثمر بالسعودية اليوم الصين عم تتحول لتكون أكبر مستثمر بمصر كانت عم تتحول لتصير أكبر مستثمر بالعراق قبل اللي عم بيصير وحكما الصين ستكون أكبر مستثمر في سوريا معقولي بكل هالمدى هيدا اللي مفتوح اليوم الصين عم تعمل سكة الحديد بين السعودية وبين الأردن معقولة بكل هالدن تكون عم تشتغل إلا هون وهون بدي أفتح مجال لمرأة على السيد روسية اليوم روسية عم تتحول لتكون بمصر لاعب اقتصادي أساسي ولاعب تسليحي أساسي اليوم عم بتزود الأردن بخمسة سنين لقدام بالأمح اليوم عم ترجع تفوت على محطات الكهرباء اللي هي بلنتها بالعراق أيام زمان روسية اليوم بعدها خطواتها خجولة ليس لأنه خطواتها خجولة لأنه النظام اللبناني بعد ولا اليوم بيتصرف مع الشرق بهذه الحساسية اليوم روسية فيها تلعب دور استثنائي مثل ما اليوم بأبرس مثلا اليوم الدور الاقتصادي الروسي أساسي بأبرس وقت الأزمة قرروا يخسروا 6 مليارات أيرو يخسروهن حتى يحافظوا على دورهم يعني اليوم بأي إجراء بأي قرار روسي فيهم ينتشلون نحن من الأزمة الموجودة فيها شرط نحن نكون سيد محلد سأستمزج رأيي سيد منير بالموضوع بمعنى نحن نتحدث الآن عن المقاومة تقوم في إطار مواجهة ليس فقط باتجاه إسرائيل أو حتى في محاولة الاستثمار لمواجهة المقاومة في داخل لبنان الآن يبرز أكثر عامل المقاومة في واجهة الهيمنة الأمريكية انطلاقا من ما نشاهده الآن في الساحة اللبنانية لأنه الآن في نوع من صراع يبرز بشكل أكبر يصبح أولوية في لبنان بالنظر لتداعية الذي وصل إليها المشهد في لبنان في الجانب الاقتصادي بين نموذج الإمبريالية أو الرأس مالية الاقتصادية ونموذج آخر يقدم في الاشتراكية الجديدة أو اليسار الجديد أو نموذج الاقتصاد الذي أعدد خياراته ويفتح مروحة أكبر هذا المشهد الآن كيف يمكن قراءته في داخل لبنان في هذا التوقيت إذا كنت وافق سيدنا كمان روح يحده بشتكر يمكن على مسألة مطر منه وهو ما له علاقة بالثروة النفطية البحرية منذ شهرين في الكونغرس الأمريكي بلشت أول شيء لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ وصدقوا عليه وأخدوه يمكن على مجلس النواب لا يصدوا عليه حتى بعدين يصير أنون مشروع أنون بيقول إعطاء رئيس الرئيس الأمريكي الحق باستخدام الصلاحيات العسكرية دون الرجوع إلى الكونغرس من أجل في حال تعرضت مصالح الوئيات المتحدة الأمريكية للخطر في المنطقة المثلث ما بين اليونان قبرص وإسرائيل يعني بس تطلع أنه المقصود في هذا الموضوع الغاز الموجود هناك وضمنا لبنان موجود من ضمن هذا المثلث ولو لم يذكر السيد حسن نصر الله قال أنه حكي عن جيش المرتزقة وعن أنه بالآخر خيهام والبترول لأنه رجي حط قواعد له عس بديفل رجي نزل 200 جندي في محلات النفط في سوريا نحن هنا في عنا حفل التقاسم للمغانم كمان يلي صيره وبه شكل أولي موضوع الغاز صحيح في صراع كبير سياسي لكن في جزء أساسي منه له علاقة بموضوع كيفية السيطرة على هذه الثروة البحرية الكبيرة الموجودة لذلك مسألة الحكومة اللبنانية أيضا تبقى أساسية في هذا المجال في كيفية التعامل مع هذا الواقع وأعتقد أن هذا الجانب هو الجانب أساسي حوله إذا كنا سنسمح لعملية يعني سرقة مهزة بتكون أو أنه كيف سيمكن التعاطي مع هذه الثروة النفطية يلي مع الأسف كثير من اللبنانيين بيعتبروا ببراءة أنه هذا ملك حياتا هو ملكنا بس مبارك إذا سيكون فعليا سنقدر أن نصرب فيها وهذا الجانب وحتى يعني الانتباع لعدم ربط فقط لأن الانتعاش الاقتصادي سيأتي فقط من المخزونات التي سيتم الاستثمار فيها أو استخراجها وبالتالي انتظار هذا الخيار أمام مروحة خيارات لكن المعركة الأساسية في معركة الفساد سنناقش حول هذه النقطة لأنه أيضا ركز عليها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله وإياك سيد مقلد وأيضا سيد منير ومشاهدين ولكن ستوقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله توجه إلى القضاء اللبناني داعيا إياه إلى إجراء تحقيقات مع أي شخصية تحوم حولها شبهات فساد في البيئات أنا بصفتي مع الطواب بصفتي أمين عام حزب الله والذي هو الموجعية حزب الله الذي هو موجعية وزرائه في الحكومة ونوابه في المجلس النيابي ويشكل غطاء في مكان ما لموظفين في إدارة الدولة أو أساء في البلديات أو ما شاكل وعاملين في القطاع العام أنا أتوجه الآن إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى القضاءات المعنيين إذا في ملف إنه علاقة بأي مسؤول من حزب الله تفضله يا خي بل تشوفين بل تشوفين أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبي بري تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة يوم غدا الثلاثة إلى اليوم نفسه من الأسبوع المقبل أصف بري الحملة ضد الجلسة التشريعية بالمفتعلة وبأن هدفها إبقاء الفراغ السياسي إن الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس وتتحول بعدها إلى جلسة تشريعية على جدول أعمالها قوانين بغاية الأهمية تشكل مطالب شعبية يرفعها الحراك ثانيا الطلب من الجميع في الكتلة رئيس ووزراء سابقين وحاليين ونواب رفع السرية المصرفية عن حساباته ثالثا الطلب من وزراء الكتلة السابقين والحاليين رفع الحصانة إذاء أي محاسبة تتعلق بالمال العام رابعا استعجال تأليف حكومة جامعة لا تستثني الحراك الحقيقي تابع أيضا قراءة في خطاب السيد نصر الله بالرسائل التي حملها إلى الداخل والخارج مع الزميلة جراسي بيطار قراءة في لبنان عبر محيطه قدمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فما يجري في المحيط يشرح ما يجري في لبنان منذ قرابة الشهر من اليمن والعراق وإيران يتحول المشهد في لبنان إلى تأكيد المؤكد فما لم تفلح واشنطن في تحقيقه في هذه الدول تحاول انتزاعه في لبنان عبر حرف الحراك الشعبي عن مطالبه الاقتصادية والاجتماعية المحقة أفهم الأمين العام واشنطن أن الفصل غير وارد بين مكونات محور المقاومة فهذا المحور كما شدد راسخ وثابت لا بل هو يزداد قوة ويتجه إلى المزيد من الانتصارات والإنجازات وفي هذا الصياق تحديدا يأتي افتتاح السيد نصر الله كلامه بالإشارة إلى تهديد عبد الملك الحوثي لإسرائيل فالرسالة واحدة إلى أمريكا ومنها إلى كل من يراهن عليها رهان هؤلاء على توجيه واشنطن ضربة عسكرية لإيران أسقطه الأمين العام بالضربة القاضية فطهران كما قال فككت احتمال الحرب ضدها وقاومت العقوبات على قسوتها وهي صامدة برأس مرفوع من دون تنازلات ومن إيران إلى لبنان حيث كثر هوات ركوب موج الحراك الشعبي وإلى هؤلاء الرسالة كانت واضحة بأن لن تنال من المقاومة لكن هذه المرة مع تفنيد واضح فالحرب التجارية الطاحنة بين أمريكا والصين حاضرة بقوة فيما يلفح بلداننا من أزمات ها هو العراق يشتعل عقب زيارة عبد المهد الصين وتوقعه اتفاقيات بمليارات الدولارات وإصراره على إعادة الحياة إلى معبر القائم البوكمال الذي يعد أساسيا كرئة اقتصادية بين العراق وسوريا ولبنان لبنان نفسه الممنوع من التعاون مع الصين وروسيا وإيران كرمى لعيون أمريكا التي تكافئه بتسعير العقوبات على مصارفه وقطاعاته الاقتصادية المطلوب أمريكيا كما يفهم من كلام الأمين العام سحب المقاومة من المعادلة السياسية والجواب كان أكثر من واضح باقون في الساحات وهذا يعني أولا ساحة السياسة مجهد التحييب ضيفين السيد حسن مقلد وسيد جوني منير أهلا بكم من جديد ربما تركيز زميلة جرياسا بيطار في تقريرها بأنه باقون في الساحات واحدة ربما يمكن فهمها بإجابة بأنه أيضا في الساحة السياسية وبالتالي خيار حزب الله بأن هذه الحكومة يكون فيها تمثيل مجددا لحزب الله استنادا لانتخابات 2018 والتي هي أساسا كانت مزعجة في نتائجها بما حملته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ومحوارها كما فهمنا بالقراءة والتحليل وبعض التقارير ومن هنا حتى أنتقل إليك سيد مقلد وأستأنف معك الحوار فيما قاله أيضا السيد حسن نصر الله بموضوع معركة محاربة الفسد وهذا عنوان أساسي عنوان طويل قال ويحتاج إلى صبر وخصوصا وصفها بأنها معركة أصعب حتى من المعركة العسكرية وتحدث كثيرا حول هذا الأمر لكن أن يقول بل شو فينا هذا يعني ملف مهم جدا وكبير أليس كذلك؟ صحيح أول شيء بدي أقول الشغلة أنه في توازنات بالبلد ما حدا بقدر يلغيها وإذا الحراك الشعبي بكل تنوعاته يعني الحراك المطلب الحقيقي لحقه ينزل على الشارع بعد ما وصل حجم الفساد وحجم الخيارات الغلط إلى هذا المستوى وصولا للناس اللي نزلوا مع الحراك ليرفعوا الشعارات وإلى آخرها توازنات البلد القائمة ما حدا بغيرها يعني ما في عاقل بلبنان اليوم ممكن يفكر عن جد إذا بده مصلحة لبنان أنه بيخسر قوة أساسية حاملة لبنان هي المقاومة للتمثيل السياسي هذا خارج نطاء العقل إذا واحد بده يفكر بهذا المجال ولكن هذا كمان بالمقابل ما بيلغي أنه صار فيه معايير ومواصفات لأي تشكيل حكومة ما ممكن يبقى على المعايير اللي قائمة لبقيتها 30 سنة وهنا بستفيد من وقت دس لأقول نقطة أساسية ما معقولي بـ 48 ساعة بعد الحراك ينزل الوحي على هذه الحكومة لتقدم موازنة خالين الضرائب والعجز فيها لا يذكر بينما بحط حناجر الناس على 30 سنة هي وتقول فيه خيارات بديلة وفيه إمكانية نعمل هذا الشكل وكان يقولوا هذه محرمات ما بتعال مثل ما بـ 48 ساعة حصلت المعجزة بتحصل معجزات واليوم بيجي طاقم من ضمن الأحزاب ومن ضمن الحراق عنده كفئة وقدر يشتغل هذه الشغلة هذا واحد اثنين واللي ذكروا السيد كمان بخطابه مهمة كتير كمان حماية الفساد من ضيح حماية أمريكية بغض النظر إذا كانوا اللاعبين الصغار في لبنان منهم البعض اللي هو ضد أمريكا بالشعارات وبيخضم مصالحها أو هو معلن تحالفه معه بالكامل وهنا أنا بحب أقول من 92 للألفان وخمسة كانت ثقوق البراءة على المودال اللبناني تجي من كل المؤسسات التصنيف الدولية ومن صندوق النقد الدولي ومن البوق الدولي وأنا بعطي مثل دايما بحب كاريرو أنه أعطوا جائزة بيلوت يعني الرائد ثلاث مرات لوزارة المالية اللبنانية بين 92 وبين 2009 في حين أنه اكتشف أن وزارة المالية اللبنانية نظام المحاسبة اللي كان فيها كان بيسمح بشط بالرأم وإعادة تعديله صحيح فلهذا السبب فعلا وين النفوذ الإيراني بهذا المجال بالفساد هو نفوذ أمريكي كامل بالنقطة الثالثة واللي تفضلت فيها وعن بقول السيد بل شوفينا اللي أنا شفته بشي جديد بس أطرحي خيارات بالاقتصاد في خيارات مولدة للفساد وفي خيارات كابحة للفساد الإنتاج بكل العالم وعلى مر العصور بديق الفساد والريع بطبيعة مولدة للفساد بس نبلش ننقل من خيارات الريع لخيارات الإنتاج وحدة هيدا عامل أساسي بالموضوع وهون أنا بحب أقول يعني مع الدعوة اللي وجهها سمحت السيد اليوم في فساد معلن بلبنان معلن معروف في بين خمسة واثمان مليارات دولار لو واحد أرر يعني عيونه أو يحطهم بالأرض هو بيجو يعني قائمين نعم في مليارين دولار اليوم بالجمارك هول بالآنون وبغير الآنون طوايف وأحزاب بتاخدون لأنه تحدث هنا الموضوع الأساسي موضوع الطوايف وموضوع رفع اليد أو أي غطاء هنا أهمية ما قاله السيد حسن نصر الله في إشارته بأنه حتى لو يعني بدأتم بنا معنا حزب الله كانت بالنسبة للقيادين أو في أي مناصب كانت ولأنه أيضا في العقلية وفي الاستراتيجية يقول بأنهم يعني الفاسد كالعميل وهنا نقطة مهمة بالنسبة لمقاومة سمع لي ما قاله السيد حسن نصر الله وأسأل عنها السيدة منير وما تشتغلوا على أساس سياسي وعيب بمكافحة الفساد والفاسدين نشتغل ست وست مكرر وتوازن طائفي المكافحة يجب أن تكون عابرة للطوائف الفاسد كالعميل لا طائفة له ولا دين له سيد منير هذا مريح يفترض لا بالمعنى حتى العملي بالنظر لحوادث حتى السابقة كان في محاولة الغطاء طائفي له بالتأكيد بالتأكيد عندما يقول أنه الفاسد كالعميل لا طائفة له يعني يقول أنه عندما يكون شيعي لا يجب أنه مش لازم نغطيها ومش لازم أنه نحميه هذا يجب أن يكون مرزول ومسجول بالتأكيد دعني أقول شيء علي في موضوع الحراك عندما حصل ثمت شيء كبير كمان ما فينا نطلع بالحراك ما حصل في الشارع وكأنه مسألة عابرة وتنتسى تاني يوم أو تاني يوم هذه مسألة كبيرة لها علاقة بانتفاضة جدية لي يعني مسائل لدى الناس تشكل لباتت تشكل لها عبءا هائلا في هذا الموضوع طيب منحكي عن فساد ومنحكي عن كذا وعن كذا وبتظل الأمور مثل ما هي وبتكفي خليني أقول السيد حسن نصر الله مظبوط أعلم منذ سنتين أنه نحن بدأ نبلش نفوت ونحكي ونحارب بموضوع الفساد عمليا لم يحصل تقدم أو شاء ملموس هو قال في السابق أنه هذه مسألة طويلة حرب طويلة لكننا بدأنا ننخلط بها يفت المسائل صار في عنا جدال جوات مجلس وزراء في مسائل رفضوها حسب الله بالنسبة للحلفاء بالكهرباء وبغيرها وفي مسائل تانية مشهت لكن لم تعطي الوقع الكبير عند الناس وأنا برأيي عند انتلاقة هذا الحراك الذي له علاقة بمسائل العالم طلعت نتيابة من موضوع الفساد ماتت من موضوع الفساد ومكفين الشباب كانوا هذه الطبقة السياسية بفرض الضرائب على الناس يلي هي كانت أسوأ أسوأ السيء طيب لما نصد هذه المسائل برأيي تعاطوا خطأ لأن السيد أو ربما حسب الله نظر من الزاوية السياسية في هذا الموضوع لكن الناس كانت تنظر من الزاوية الاجتماعية وزاوية الفساد الهائلة وما كانوا شايفين غيرها وبعضهم ما شايفين غيرها سيد منيرو أنا أبقى معك في تلك المرحلة في بداية المواقف التي صدرت بعد الحراك كان في محاولة لحفاظ على الحكومة منعا للفراغ السياسي الذي اليوم يتكرس فيما قاله رئيس مجلس النواب في منع هذه الجلسة لمجلس النواب في كما قال محاولة في مخططين للفراغ السياسي وفي أزمة مفتعلة بالمواقف حتى لمنع هذه الجلسة في حرب للمحفاظ على الواقع القائم للاستثمار أكثر في هذا الحراك تحت عنوين مطلبية محقة خلقها نظام اقتصادي الولايات المتحدة الأمريكية ساهمت بشكل كبير فيه من خلال الاستدانة وسيطرة البنك الدولي على الاقتصاد وبتالي على القرار السياسي أنا اللي عم حاول أقوله اليوم بخطابه السيد المرحلة اليوم مختلفة ربما في الإقراء اليوم السيد ذهب لي تعاطى وليصفي يعني الصورة أو ليوضح الصورة أكثر في موضوع الحراك بالنسبة للمسائل المطروحة يلي هي مسائل محقمة نرجع منول مسألة الفساد لكن هو ينظر للموضوع من الزاوية السياسية التي لعوا حق لأنه في هونالك استثمار وفي ناس عم بيحاولوا جهات خارجية الأكيد الأمريكيين بيحاولوا أنه يستثمروا بهذا الموضوع دايما بيستثمروا بالأزمات ويروحوا فيها للأخير بدأ السيد شو عمل بلش في موضوع وكان عم بخاطب بيئته كما يخاطب البيئة اللبنانية بشكل عام وبيئته بشكل خاص أنه بموضوع الفساد كان فيه كذا 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 وبلشوا بهذا الموضوع ولا نغطي وراح أكثر في خطوة هجومية راح باتجاه للقضاء مجلس قضاء جيب يا أخي قال له أنا أعمل لك أنا حميك أنا أعمل لك أعطيك جيب من عنا يلي هو فاسد وبلش في هذا الموضوع المقصود في هذا الكلام كمان أيضا طمأنط هذا المجتمع الذي هو في الحقيقة ثار ونزل كمان ما فينا نيقده على الخفيف ما يزال حتى اليوم موجود لأنه مقتنع لأنه يعني طالع صوته والسيد قال بهذا وبالخطاب اللي قبله قال يا أخي شوال عم تعملوا أنتوا بالضرائب بتعالجوا هذه المسألة الاقتصادية الكبرى لازمات الكبرى بالضرائب بالضرائب عن الناس والفساد يا أخي موجود شو بتقولوا تعالوا من اتفق جوا وبالآخر نمشي الناس اللي برا فأزن هو اليوم وأنا برأيي هذا جانب أساسي مهم كان في خطابه كان يقول أنا أريد أن أخاطب هؤلاء الناس وأن أطمئن هذه البيئات أن هذه المعركة أنا مشتركة مش بإطار الموضوع السياسي ممكن أنا سأترك هذا الموضوع على جنب أبدا هذه معركة موازية للموضوع السياسي إذا ما كان أكثر لما عم بيقول تعب اللي شوية دماء لدي لسنا على حافة الانهيار أو لا يوجد خيارات أخرى بديلة يمكن الذهاب إليه شكرا جزيلا لك سيد جوني منية الكاتب والباحث في الشؤون السياسية ضيفنا هنا في الاستيديو سيد حسن مقلة رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد اللبنانية ضيفنا أيضا هنا في الاستيديو بهذا نسل الختام مسائيا نذكركم بعنوينها السيد نصر الله يرسم خطوطا استراتيجية بين السياسة والاقتصاد تمتد من لبنان وفلسطين إلى اليمن وسوريا والعراق لتنتهي بإيران والصين إلى بلد ينظر إليه كبار قيادة العدو أنه أصبح تهديدا وجوديا السيد نصر الله قادة الاحتلال يرون في لبنان تهديدا وجوديا واليمن عامل قوة مهم جدا في محور المقاومة لقدرته على ضرب إسرائيل نصر الله واشنطن تريد التخلص من المقاومة في لبنان وضغطت كثيرا لمنع التلاق اللبناني السوري العراقي وفتح معبر المكمل دائما المزيد من الأخبار والتقاريض إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر